نريد شرحا لعبارة يذكر الفقهاء دائما في هذا المقام الحقوق بين الإنسان والله مبنية على المسامحة نعم وبين العباد وبعضهم على المشاحة نعم المقصود أما هي فيما بين العبد وربه أنها مبنية على المسامحة وذلك فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة فالله عز وجل لطيف بعباده رحيم بهم يقبل توبة التائب إن أتاه نادما مستغفرا مقرا معترفا و أما فيما يتعلق بالعباد فالمقصود بالمشاحة أي أن النفوس تشح بما لها بالحقوق التي لها فكل يريد أن يستأثر بالذي له كل يريد أن يغالب الآخرين فيما هو له هذا هو معنى المشاحة و لذلك لأنها مبنية على المشاحة لا بد من الاحتياط و الاحتراز و الاستبراء بحيث لا تمتد يد الإنسان إلى مال غيره إلا بوجه شرعي صحيح و لهذا نجد في كتاب الله عز وجل و في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحذير البالغ من أكل أموال الناس بالباطل أو أكلها ظلما أو لو كان شيئا يسيرا